السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع حلو اسمه جوجل بوكس. ده من موقع جوجل طبعا. ده مهمته ايه? ان انا بعمل سرش على الكتب وفيه خاصية حلوة ان انا اقدر اقرأ اجزاء كتيرة جدا من كتاب. ممكن تبصل لتلات تربع الكتاب. اه وفي بعض صفحة مش موجودة بحيس لو انت عايز تشتري بيديك خاصة لانت تشتري. لان ممكن الكتاب ما بيدولش على محتوى. اسم الكتاب بيش بيدوله على محتوى. يعني ممكن يكون الكتاب مثلا بيم. وتشتريت لها بيتكلم مثلا عن البام بيم اللي كان زمان. او بيتكلم عن محلات بيم اللي هي المحلات تركية. في كتب الاسم بيش بيدوله على محتوى او بيدوله على عاجزة المحتوى. يعني في كتاب اسمه ازبال الكساء على النساء. ما نوجه بالحكاب خالص. ما نوجه بالنقاب ما نوجه بالكصة دي خالص. في كتاب تاني برضو. الا صاف يا عباد الله. الرجل كان بيهاجم تصوف. يعني مش لازم الاسم يكون لعلاقة بالمحتوى طيب خلينا نقول له مثلا انا عايز بيم عايز بيم. اا ولا كون مسلا تكون اصطربشة. تمام احجيب لي كتاب كتب هيت. تمام اا كتاب ده انوجته كويس جدا الكتاب ده برضو بمانجر كويس. ده كويس. طيب خلينا نمسك اول واحد ده من اول الكتب لا هتقراها. فبتلاقي الكتاب موجود بس بيسيب شوية كتعة كتعة في النص مش موجودة. بس هتقدر على اللي تصفح تلات تربع الكتاب اجزاء كتيرة من الكتاب بسبب حاجة زي كده. بتاخد نظرة هل يستحق ان انت شريفة ولا لأ. عايز تشريفة بتقول لنا انا عايز نصها مطبوعة. عايز تعمل سرش تاني. عايز تقدر تدور علي كلمة في الكتاب شوف هل هو فعلا فيه كلمة انت عايز ولا لأ. تمام فدي من الخواص الجاملة جدا ان انا اعمل سرش في الكتب واشوف اا ممكن يكون فيه كلمة مسلا معينة بدور عليها ممكن يكون اا اا ا ا عايز اعرف الكتاب هل هو يستاهل الفلوس ولا هو حشو على الفاضي اللي فيه بعض الكتب بيبقى مساحته كبيرة بس في الاخر بتاخد تلات اربع صفح منه كويسين. فانا ببص عليه لو لاته كويس بشريم لاته نص نص بدور على الكتاب تاني. فمنوقع الواحد بيرجاء لها كتير لما يجي يشير كتير.